للحصول على الإجابة الصحيحة في مسألة تحوي أكثر من عملية حسابية يجب علينا اتباع أولويات العمليات الحسابية سأقدم لكم في هذا الفيديو هرم أولويات العمليات الحسابية وتطبيقات عملية للتدرب عليه لنبدأ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في قناتي مسماث بلس حيث أقدم لكم هذا المحتوى من خبرتي كمعلمة رياضيات ومحاضرة جامعية وهم من كل ذلك من تجربتي في تدريس رياضيات كأم في درس أولويات العمليات الحسابية سأل أحمد معلمته هل من الضروري اتباع الترتيب الصحيح للعمليات الحسابية؟ وما الذي يمكن أن يحدث إن لم أفعل؟ أجابته المعلمة تخيل العمليات التي تقوم بها صباحا قبل القدوم إلى المدرسة هل من الضروري ترتيبها؟ فمثلا استيقظت صباحا ولكنك بملابس المدرسة ثم ارتديت ملابسك ولكنها ملابس النوم خرجت للمدرسة بملابس النوم وأخيرا نظفت أسنانك بالمدرسة العمليات هنا صحيحة ولكن ترتيبها خاطئ مما أدى لنتيجة خاطئة بالمقابل لو استيقظت من النوم بملابس النوم نظفت أسنانك ارتديت ملابس المدرسة وخرجت للمدرسة هنا نفس العمليات السابقة ولكن بالترتيب الصحيح فحصلنا على نتيجة صحيحة وكذلك الأمر في الحساب يجب علينا إجراء العمليات مع مراعاة الترتيب الصحيح وإلا سينتهي بنا الأمر مثل الطالب الذي يفرش أسنانه بملابس النوم داخل المدرسة والآن قبل عرض هرم الأولويات اضغط على زر الاشتراك بالقناة وفعل الجرس ليصرق كل جديد ولأن الترتيب الصحيح للعمليات ثابت دائما سنعبر عنه بهرم الأولويات الحسابية حيث نبدأ أولا بالأقواس إن وجدت ثم الأس أو القوة يليه الضرب والقسمة وأخيرا الجمع والطرح إذن أقواس أسس ضرب وقسمة ثم جمع وطرح ويوجد إضافتين مهمتين سأضعهم بعد قليل يجب زيادتهم على الهرم ليصلح لحل جميع المسائل الحسابية هل تستطيع تخمينهم؟ ابقى معي لتكتشفهم بنفسك والآن لنطبق ما تعلمناه في مسائل حسابية وسأترك لك تمريرا في آخر الفيديو في المسألة الأولى 4 ضرب قوس 3 زائد 5 حسب هرم الأولويات الحسابية نبدأ فيما داخل القوس ثم عمليات الضرب 3 زائد 5 تساوي 8 الآن ننزل عملية الضرب والأربعة فتصبح 4 ضرب 8 الإجابة 32 مسألة أخرى بثلاث عمليات 5 ناقص 1 بداخل القوس زائد 2 للقوة 3 نعود لهرم الأولويات الحسابية فنبدأ بالأقواس 5 ناقص 1 تعطينا 4 ثم ننزل الجمع ثم ننزل القوة 2 القوة 3 الآن نبدأ بالقوة 2 القوة 3 هي 2 ضرب 2 ضرب 2 تساوي 8 ننزل الأربعة والزائد فتنتج عملية الجمع 4 زائد 8 والإجابة 12 في التمرين التالي سنرتب الأولويات بين آخر صفين في الهرم وهي أكثر المسائل وروداً في تعاملاتنا 16 ناقص 3 ضرب 5 هنا لدينا طرح وضرب نبدأ حسب أولويات العمليات الحسابية في الضرب 3 ضرب 5 تساوي 15 ثم ننزل الطرح و16 16 ناقص 15 يساوي 1 وكما أخبرتكم سابقاً أن الهرم يحتاج إضافتين قبل أن يصبح حرماً يصلح لجميع المسائل حيث إذا ظهر الجمع واتطرح معاً في المسألة بمن نبدأ؟ أو حتى إذا ظهر الضرب والقسمة معاً أيهم أولى أن نبدأ به؟ وهل يؤثر أصلاً إن بدأنا بأحدهما دون الآخر؟ لنحكم بأنفسنا في المسألة التالية 20 تقسيم 5 ضرب 2 لنبدأ بالقسمة 20 تقسيم 5 تساوي 4 ثم ننزل الضرب والإثنان ونجري عملية الضرب ثانياً فتكون النتيجة ثمانية الآن لو أجرينا عملية الضرب أولاً 20 تقسيم 5 ضرب 2 نجري عملية الضرب أولاً 5 ضرب 2 10 ننزل التقسيم وننزل 20 لتصبح العملية 20 تقسيم 10 الإجابة 2 لاحظت معي وجود اختلاف بين الإجابتين إذن يجب وجود قانون نتبعه عند ظهور الضرب والقسمة معاً في نفس المسألة والقانون هو البدء دائماً من اليسار إلى اليمين بالترتيب وبذلك الإجابة الأولى هي الصحيحة لأننا تجهنا من اليسار إلى اليمين وبنفس الطريقة إذا وجدت عمليات جمع وطرح معاً فإننا نبدأ دائماً من اليسار إلى اليمين وبذلك نستطيع الحصول على أفضل نسخة من هرم أولويات العمليات الحسابية حيث نبدأ بالأقواس ثم الأسس ثم الضرب والقسمة ولا ننسى أن نبدأ دائماً من اليسار إلى اليمين ثم الجمع والطرح وأيضاً نبدأ من اليسار إلى اليمين عند وجودهم في نفس المسألة أخيراً أرسل حل المسألة التالية في التعليقات لنرى مدى إتقانك لأولويات العمليات الحسابية وفي الختام أتمنى أن تكونوا قد استفدتم وإلى لقاء آخر دمتم بأمان الله